وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تفعيل مبادرة بنك المعرفة المصري بما يساهم في الارتقاء بتصنيف الجماعات والمؤسسات والمراكذ البحثية المصرية دوليا وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي وجه الرئيس السيسي باستمرار العمل المكثفة لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجماعي في مصر اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور ايمان عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار احمد فهمي اوضح ان السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع تنفيذ خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجماعي وربطه بسوق العمل واحتياجات التنمية حيث عرض السيد وزير التعليم العالي الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي والتوسع في انشاء الجماعات التكنولوجية لتغطي جميع محافظات الجمهورية وتطوير نظم الدراسة بها لمواكبة التطور العلمي المتلاحق كما اطلع السيد الرئيس على برنامج الحكومة لاستيعاب الزيادة المضطردة في اعداد الطلاب بالجامعات وكذلك الطلاب الدوليين الوافدين والجهود الجارية في هذا الصدد لانشاء مدينة للطلاب الدوليين لاستيعاب الطفرة المتحققة في هذا الاطار واطلع السيد الرئيس كذلك على تطورات تفعيل مبادرة التحالف وتنمية التي تهدف لتعزيز التحالفات بين الجامعات وهيئات الصناعة لوضع خطط تنموية نابعة من كل اقليم ومحافظة تقوم على الربط والتكامل بين العملية التعليمية والاحتياجات التنموية وقد خصصت وزارة التعليم العالي مبلغ مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة كما شهد الاجتماع عرض تطورات مبادرة بنك المعرفة المصرية حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة تفعيل هذه المبادرة بما يساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليا ويضمن تعزيز اقتصاد المعرفة والاستفادة من الامكانات الهائلة للرأس المال البشرية في مصر وقد تطرق الاجتماع أيضا إلى جهود تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة أعدادها وتوفير برامج تعليمية وتدريبية على أعلى المستويات وتقليم خدمات علاجية حديثة حيث تم استعراض ميزانية المستشفيات الجامعية التي ارتفعت ثلاثة أضعاف خلال الأعوام العشر الأخيرة لضمان تقليم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه باستمرار العمل المكثف لرفع جودة وكفاءة وتنفسية التعليم الجماعي في مصر والتركيز على جودة المنتج الأكاديمي وتعزيز المكون التنموي به وربطه بالاحتياجات الاقتصادية والتنموية كما وجه السيد الرئيس بتوفير كافة سبل الدعم للمبادرات القائمة والجديدة في مجال التعليم العالي في ضوء الأولوية التي يحظى بها قطع التعليم بشقيها وبما ينعكس إيجاباً على تحقيق هدف الدولة بتعزيز البناء العلمي والثقافي لشخصية الإنسان المصري وتعزيز القدرة التنفسية للموارد البشرية المصرية إقليمياً وعالمياً وكذلك السعي لتحويل مصر إلى مقصد إقليمي جاذب للتعليم الجماعي المتميز سواء من خلال الجماعات المصرية المتنوعة أو عن طريق التوسع في إقامة فروع للجماعات الأجنبية ذات التصنيف العالمي المرتفع في مصر